نروح لمصر الجديدة والمريلاند وعمر نور الدين صباح الخير يا عمر كل سنة وانت طيب وقلنا ايه الاخبار عندك ويعني اكتر حاجة بتشتهر بيها حديقة المريلاند ايه وطبعا يعني احنا لسه زي ما احنا عارفين طبعا انه الحديقة لسه متجددة كان فيه تجديدات قريب يا عمر فضل صحيح ولا يعني صباح الخير عليك ومحمد والمشاهدين جميعا كل سنة وانت طيبين يعني الحديقة طبعا اول مرة تشهد اقبال الزوار بقى في شام النسيم بعد توقف تقريبا عشر سنين كانت قبل كده بتستقبل الزوار بحالة سيئة جدا مؤخرا افتتحت مرحلتها الاولى منتكلم على حوالي خمسة وعشرين فدان من اصل خمسين فدان اكتر بشوية هي مساحة حديقة المريلاند التاريخية من ايام الملك فاروق فيها يعني مظاهر اثرية كبيرة يعني الاثر الابرز هيتحول لمسرح هتستهلمو دار الاوبرا ده في المرحلة التالتة لكن المرحلة الاقرب اللي هتخلص بعد عيد الفطر على طول او وقت عيد الفطر هي المرحلة التانية اللي هيكون فيها جراج تحت الارض وحاجات دولفن يعني حمام سباحة دي يقدر فيه الناس يتفرجوا على الدولفن وانشطة كتير مختلفة اما المرحلة المفتوحة دلوقتي هي بشكل اساسي تطوير الحدائق او تطوير الممشاة زادت الاشجار بنسبة اكتر من 100% تقريبا 1600 شجرة فيه اشجار نادرة وتاريخية يعني عشرات السنين عمرها الحديقة بس خليني اسجل حاجة لانه فيه ناس كتير الحقيقة واقفين من زوار الحديقة اللي كانوا مستنين ان هما يخشوا الحديقة بيتحفظوا بس على سعر التذكرة اللي زاد هو زاد العشرين جنيه في الايام العادية من ساعة ما فتتحت من اسابيع لكن في النهاردة زاد لخمسين جنيه ففيه تحفظ من العائلات انه ده رقم بنسبة لهم يعني كبير عليهم لكن كما فهمنا انه الخمسين جنيه دي بس في يوم يعني هي تسعيرة مؤقتة للعيد لكن هترجع تاني عشرين جنيه والحد ست سنين التذكرة بلاش المهم هنا ان احنا نقول ان دي مش مش هي لا ليست تابعة مثلا الحديقة المتخصصة عندنا واحدة تلاتين حديقة متخصصة زي حديقة دولية وحديقة الأرمان وحديقة مختلفة على محافظة القائرة لكن دي بتطورها شركة خاصة وبالتالي هنا التصرف عليها تقريبا تلاتين مليون جنيه وبالتالي هنا الموضوع خدمة مقابل يعني مقابل مادي وبالتالي الموضوع غير خالص الخدمات اللي بتقدمها محافظة القائرة لكن بطبيعة الحال الناس نفسها تخش وفي ناس يعني بالفعل دخلت من ساعة مجينة هي الباب تفتح تمانية بالزبط حتقعد لغاية عشرة بالليل الحديقة شغالة درجة الحرارة النهاردة كويسة جدا ومصر الجديدة كمان يعني درجة حرارة لا بتزيد ولا بتقل يعني هي منطقة يعني منبسطة لا بتزيد قوي ولا بتقل اللي هاول نكلم على تقريبا تسعتاشر درجة دلوقتي هتوصل على الساعة واحدة لتلاتة هتوصل ستة وعشرين درجة وبعدين ترجع بالليل تاني على الساعة تمانية تسعة ترجع تسعتاشر وبالتالي الناس سواء جوه الحديقة أو برر الحديقة هتستمتع لكن بالفعل الناس جوه دخلت وبيستمتعوا بالمشهد الأبرز هو الحدائق والمسطحات الخضرة والخدمات الموجودة هي جنينة حتى الآن تمهيدا طبعا بعد كده احنا طبعا هنبقى معاكو على مدار اليوم يا عمر يبقى حديقة الميرلاند من تمانية الصبح العشرة بالليل مفتوح أبوابها بتستقبل زوارها عمر نور الدين من حديقة الميرلاند في مصر الجديدة انا بشكرك شكرا جزيلا يا عمر ومعاك ومع شبكة مرسلين دايما طول اليوم النهاردة